مثقلة بفضائح سوء التوزيع والعدز وإجراءات أخرى غير قانونية تم تمرير قانون الموازنة المالية الثلاثية إلى رئاسة الجمهورية الحالية للمصادقة عليه والتي ستمرر حتى لو لم يصادق عليها الرئيس حال مضي 15 يوما عليها وفق خبراء قانونيين ومستشارين للحكومة مشروع قانون الموازنة الحالية لم يختلف عن سابقيه من حيث سوء إدارة أموالها والثغرات في طيات موادها ومن بينها شطب سلف المشاريع للوزارات الذي أثار جدلا واسعا قبل أن تقر وزارة المالية بأنها شطبت سلفا لمئات المشاريع الوهمية والمتوقفة وغير المنجزة الرغم ضخامة هذه الأموال البالغة نحو 100 مليار دولار والتي اعترف وكيلها أنها صرفت وشطبت بشكل غير قانوني على أساس السلف كانت تصرف للمشاريع وهذه السلف إلى الآن لم يتم إطفاءها من 2003 الفلوس هي أصلا مصروفة دون غطاء قانوني في وقته الآن إطفاءها وزارة المالية حاولت في بيان لها التخطية على الثغرة الخطيرة في قانون الموازنة المصوّة عليه من البرلمان ومنها المادة السادسة عشرة وقالت إن السلف المذكورة في المادة تخص الوزارات وليست السلف الممنوحة لكبار المسؤولين أو الموظفين غير أن المادة السادسة عشرة من قانون الموازنة والخاصة بشطب السلف فيها مشاكل ظاهرة وباطنة تتعلق بالمال العام ونصت على أن لوزير المالية صلاحية إضافة التخصيصات لغرض شطب السلف للسنوات السابقة ولغاية الثالث من شهر كانون الأول من العام الجاري فيما يؤكد خبراء قانونيون أن نص المادة يغطي على هدف مخفي يصب في صالح إثراء متنفذي العملية السياسية